ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أن الحكومة ملتزمة بصرف التعويضات المالية المباشرة للأسر المعوزة وكشف المسؤول الحكومي ذاته أنه سيتم البدء في منح الدعم المال المباشر للأسر المعوزة ما تم السنة الحالية وشدد المصدر على أنه يتعين السير نحو مستوى أكبر من صندوق المقاصة من أجل استهداف أشخاص في وضعية هشة يكونون في حاجة إلى الحصول على الدعم كما أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه يجب أيضا استهداف الأسر المعوزة التي تتوفر على أطفال ووفقا للمتحدث عينه فإن مقاربة الدعم المعتمدة من طرف الحكومة تسعى إلى انتشال الأشخاص من الفقرة ولفت المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء من السجل الاجتماعي نهاية هذا العام مردفا أنه سيجري بالإضافة إلى ذلك توزيع التعويضات المالية على الأسر المعنية